اشتركوا في القناة هل خطرت ببالك تلك الاشياء؟ حسنا سنحاول من خلال هذا الفيديو اليوم ان نذكرك بها هيا بنا اولا مراحيد المدرسة كابوس الذهاب الى المراحيد المدرسية هنا لا نتحدث عن مراحيد المدارس الخاصة فائقة النظافة والتي تشعرك بالراحة النفسية بل نتحدث عن مراحيد المدارس العامة التي كنت تفكر كثيرا قبل الدخول بها وخوفا من ان تخطنك من روائحها الكريهة ثانيا الزي المدرسية من من لم يكره تلك الملابس الموحدة المعروفة بالزي المدرسية؟ من اكثر ما يزعج التلاميذ هو ارتداء زيا يشابه زي الجميع وربما يكون لونه غير محبب لديهم فيشعر بالاختناق من هذا الزي ويتمنى استبداله بملابسهم الخروج التي تسعدهم ويستمتع بألوانها المبهجة ثالثا معلومات غير كافية للفهم بالطبع هذه واحدة من الأسباب التي كانت تجعلك تكره المذاكرة فأحيانا تجد بعض المعلومات في الكتب المدرسية بعيدة كل البعد عن الحقائق الحياتية وتشعر بتناقض كبير بين كل تلك المعلومات وتطالب المعلمين بشرح أوسع لتدركها وتفهمها لكن بالنهاية تجد نفسك لا مفر من حفظها كما هي بأي شكل لتضعها في ورقة الانتحان وبعد ذلك تنسى المعلومة على الفور رابعا التلميذ المفضل هذا أغرب شيء في مدارسنا حيث وجود طالبا مميزا عن الآخرين بالتأكيد هذا من أكثر الأشياء التي أزعجتك وكانت تشعرك بالإحباط وذلك عندما تجد طالبا وحيدا محط اهتمام كل المعلمين بالرغم من وجود طلاب أفضل منه بكثير ورغم هذا لا تستطيع أن تعبر عن انزعاجك خوفا من رد فعل المعلم العنيف خامسا مادة الأدب من من لم تزعجه مادة الأدب ويكون ذلك نتيجة المعلومات الضخمة في هذه المادة وتداخلها مع بعضها البعض لا يمكن تمييز كل منها على حدة وتشعر وكأن كل أسئلة الأدب إجابتها واحدة بالإضافة لاختلاف عصور الأدب عن عصرنا تجد نفسك لا تستوعب كلمات الأدب نفسها سادسا الرأي المختلف كثير من الطلاب يستمع إلى المعلومات الموجودة بالكتب المدرسية والتي يشرحها المعلمين دون أي اعتراض عليها ثم يحفظونها على الفور إلى أن يخرج من بينهم طالب يعترض على تلك المعلومات ويصمم على رأيه ويطلب من المدرسة تفسيرا يجعله يقتنع بالفكرة لعله يغير رأيه لكن مهما شرحة المعلم يظل على رأيه وحتى لو أوقب بالحرمان من الفسحة المدرسية كثير من مدارسنا تكتفي فقط بالجزء النظري المعقد ولا يوجه أي اهتمام للمنهج العلمي الذي يكسر جو الملل ويساعد على حفظ وترسيخ المعلومة لذلك نجد معظم الطلاب يشعر بالملل الدراسي ويشعر بطول الوقت وكأنه لا يمر ويتمنى أن ينتهي يومهم الدراسي على الفور لأنهم تقريبا لا يفهموا شيئا ثامنا نظام التعليم التقليدي القديم مهما اختلفت وجهات نظرك عن باقي أخواتك ومهما كان فرق السن بينكم كبير جدا إلا أن شيء الوحيد المشترك بينكم هو المنهج الدراسي الثابت فربما تجد أن المنهج الدراسي الذي تأخذه في المدرسة هو نفسه الذي أخذه أخوك وربما أبوك من قبل دون مراعاة لاختلاف الأجيال لذلك تشعر بحالة من الملل وعظم التواصل المزعج وتشعر بأن الدراسة مفروضة عليك هذا الأمر ربما لا يوجد لدينا إلا أنه يمثل إزعاجا لكثير من التلاميذ في البلدان الأخرى التي تفرد مدارسها على الطلاب خلع أحذيتهم واستبدالها بالحذاء المدرسي بالطبع خلع الحذاء سهلا لكنه صعب جدا ارتدائه خاصة على هؤلاء الصغار دون مساعدة أمهاتهم بالطبع هذه الكلمة على لسان معظم الطلاب وذلك لكثرة المعلومات الدراسية وضخامة الكتب والكمية المزعجة من الواجب المنزلية بهذا السبب نشبه دائما تلك الأشياء بالطحن وكنا نتمنى أن نجد ساحرا يذاكر كل هذه المعلومات ويحل بدلا من الواجب المنزلية لأننا كنا نصل لنصف الكمية من المذاكرة ونشعر بالإرهاق لدرجة أحيانا كنا لا نحل الواجب المدرسي أساسا ولا نستكمل المذاكرة أصدقائي نتمنى أن نكون أسعدناكم بما قدمناه لكم رجاء لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتسجيل إعجابكم ليصلكم المزيد إلى اللقاء تتصوص الاشتراك بالإعجابكم شكرا للمشاهدة تربط